انقضت مرحلة اعادة بناء ليبيا سياسيا دون ان يكون هناك رئيس للبلاد يوعد استقرارها وسيدتها ولكن الشعب دخل في مرحلة جديدة مع ذات السياسيين السابقين وتشهد الحركة السياسية في البلاد تقاربا من ناحية وتضاربا من ناحية اخرى لم يحدث في السابق جلسات تعقد يوميا للبرلمان وتصالح مع مجلس الدولة الاستشاري وتشكل حكومة جديدة من المقرر ان تكون اليوم وانهاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رغم الشكوك من عدم تسليم السلطة من قبل رئيسها عبد الحميد للبيبة وكل هذا في اسبوع واحد وفيما يخص لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب والاستشارية توفق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري في طبرق بحسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحقة بعد جدل كبير حول الدستور طيلة الاشهر الماضية بسبب قانونية مجلس النواب من تعديله او تشكيل لجنة ويأتي هذا من اجل التعجيل في اقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وقف في طريقها الدستور ابليحق علق على التوافق بان اللقاء الذي جمعه مع اعضاء مجلس الدولة الاستشاري في طبرق امس قد انتهى الى تعديل الصيغة النهائية للدستور بمشاركة خمسة عشر عضوا من المجلس ولكن المشهد تغير بعد نفي الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبدالناصر توافق المجلسين فيما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستورية مضيفا ان لجنة الاستشارية ترى ضرورة الاستفتاء على مشروع دستوري بشكل مباشر في حال عدم اتفاق اللجنة على اي تعديلات او اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة تتجه الانظار اليوم نحو قبة البرلمان لمعرفة من هو رئيس المرحلة مثل ما يقول الشارع وماذا سيحل بالرئيس الحالي الذي اعلنها صراحة انه لن يسلم تحديدا بعد ظهوره امس في الميادين يطالب بالدعم وماذا بشأن تضارب التأكدات من النواب والاستشاري حول المادة الخامسة وما موقف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي من هذه الاحداث التي يراها بعضهم انها مقلقة جدا جلسة اليوم تحدد شكل البلاد وهي فقط من تستطيع الاجابة عن تساؤلات الشارع